السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم بالدرس العاشر من سلسلة المنهاج النظري لشهادة القيادة في تركيا بعدها الدرس يفترض انه رسالنا درسين درس عن المحرك ودرس عن الصحة بدرس اليوم ما راح ننوه انه هاي الدروس مشتركي للفئة اي اللي هي تبعية الميتورات والفئة بي تبعية للسيارات راح ننتقل مباشرة للشريحة التالية مشان نشرح بقاها هدول الفئات الفئة ام لتحصل عليها لازم يكون عمرك على الاقل 16 سنة فينك من خلالها تقود فقط الدراجات وما في ملاحظات عليها الدراجات وبالمناسبة الام مشمولة ضمن كل شي جاي يعني انت اذا خدت اواحد فضمن الام اتنين ضمن الام بي واحد ضمن الام والبي ضمن الام والاف ضمن الام فالام مضمني ضمن كل شي الشهادة الثاني مثل ما حكينا شهادة الفئة ا في عنا اواحد وفي عنا اتنين الا واحد بتخولك تقود دراجات نارية عجلتين تحت ال 125 سي سي او بيسموها تحت ال 11 واط قوة المحرد تبعيتها تحت 11 واط ولحتى تحصل علي الشهادة ا واحد لازم يكون عمرك على الاقل 16 سنة وهي تتضمن ام مثل ما حكينا الشهادة ا اتنين لازم يكون عمرك على الاقل 18 سنة اللي تقدر تاخدها بتخولك تقود دراجات نارية عجلتين حتى 35 واط نحن ما حكينا انه بالا واحد لحد ال 11 واط هاي لحدة لحد 35 واط بالاضافة لهيك فينك تقود بالا اتنين الدراجات النارية يلي لها اربع عجلات بحيث تكون قوتها تحت 15 واط لحظوا معي هاي الصورة بتركيا عندهم تصنيف هاي المركبي هي دراج نارية هاي ما بيصنفوها على انها سيارة بيصنفوها دراج نارية ذات اربعة عجلات فالشهادة اتنين بتخولك تقود الميتور العادية اللي اله دولابين حتى 35 واط بالاضافة لهيك حتى 15 واط وهي تتضمن A1 وإن بطبيعة الحال لانه الآتنين ما حكينا انه فيه ميتورات فهي بتتضمن A1 يعني بتتضمن الميتورات اللي تحت 35 واط وبتتضمن كذلك الميتورات اللي من 11 ل 35 واط وبتتضمن كذلك هاي اللي سميناها دراجات نارية ذات اربعة عجلات الشهادة التالية هي البي واحد لح تتأخذها بيكون عمرك 16 سنة على الاقل فقط دراج نارية اربع عجلات لحت 15 كيلو واط وهي بتتضمن M يعني هاي ما فيها ميتور اللحظة الآتنين هي نفسها تماما بس فيها ميتور هاي ما فيها ميتور البي العادية لازم يكون عمرك على الاقل لتمنتعشر سنة فيك تسوق من خلالها السيارات والشاحنات الصغيرة تحت 4200 كيلوغرام وهي بتتضمن الام تبعية الوسكليتات بطبيعة الحال حكينا انه هي مضمنة ضمن الكل وبتتضمن البي واحد يلي هي هدول الدراجات النارية ذات الاربعة عجلات وتتضمن الاف يلي هي التركتورات بس انتبه ما بتتضمن اي من الميتورات هاي البي ما تتضمن الميتورات والموضوع منطقي ليش منطقي لانه يلي بسوق سيارة فالسيارة مستقرة على اربع عجلات الزلمي ما بيعرف يتوازن على الميتور بركي ما بيعرف غيارات الميتور ما بيعرف البنزين من الكذا من الكذا الميتور غير والسيارة غير فالبي تبعية السيارة السيارات والشحنات الصغيرة يلي تحت اربعة تلف وميتين كيلوغرام او بيقولولك اربعة فاصل اثنين طن اما الآه الآه تبعية الميتورات والم تبعية البسكليت بطبيعة الحال شو ما اخد سيارة بيحقلك تسوق البسكليت بالاضافة لهيك حطينا بالبي كتر خيروم ايضا شهادة تركتور فانتي اذا معك شهادة الدرجة بي فبيمكانك تسوق تركتور برياحة اذا صار لك شي تركتور تسوقه لا تصير تركيب الهواء يا جماعة الهواء اللي محيط فينا اللي نحن نتنفسه بيتركب معظمه يعني اكتر من تلتر باعو 78% منه نيتروجين 21% منه اكسيجين 1.3 غازات اخرى و 0.03 ثنائي اكسيد الكربون هذي اللي بنخاف منه نحن اكتير هوي وحادي اكسيد الكربون المركبة اذا عم تحرق وقودة زيادة برأيكم شو ممكن يكون السبب الاول شي ممكن يكون السائق مع عدم الصياني في الوقت المناسب ما عبياخده على الصناعة الزلمي فصارت تحرق انتزعت فيها اصص انتزعت فيها كذا صارت تحرق بنزين زيادة التوقف فجأة والاقلاع فجأة هذا السلوك يا جماعة انك بس تفتح الاشارة مسلا تعطيها كتير 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 هذا بيحرق كتير بنزين لانه عبيخلي السيارة تنطلق من سرعة صفر الى سرعة كبيرة بوقت اصير كتير فبيخليها تحرق كتير بنزين السير بسرعة كبيرة يا جماعة بتلاحظوا على عداد الميتور او عداد السيارة في محل اخضر بيقولك انه مثلا اذا صرت بين الثلاثين والستين هدا اخضر شو يعني ايكونومي شو يعني ايكونومي يعني هدا ما بيحرق وقود كتير اذا طلعت فوق هيك بتصير سيارة كتير بتحرق وقود لانه بصير المحرك ما بيلحق يستفيد من كل الوقود اللي عبيدخله فبتصير نفاثات البنزين بتحط كتير بنزين بالمحرك والمحرك ما بيحرق كل هاد البنزين بيطلع جزء منه بدون احتراق فما كتير تصير بسرعة كبيرة اذا ما كان في داعي لهيك واخر شي عدم وضع جهاز تغيير الحركة على الموضع الصحيح يعني الفيتس او بسمه جهاز ناقل الحركة يعني لغيار اذا كنت حاطت لغيار على الاول مثلا ومشيت كتير بسرعة عالي فهايك السيارة بتصرف بنزين اكتر يفترض اذا السرعة مناسبة للاول تكون على الاول مناسبة للتاني عالتاني للتالت عالتالت وانتي بطبيعة الحال بتحس بالسيارة هاي الاسباب اللي حكيناها كلها كان نتيجة السائق يعني السائق هو اللي ما بيحض جهاز الحركة على الاول ولا عالتاني ولا كده هو يلي بيدعس بنزين زيادة وبيخلي السيارة تسير بسرعة هو يلي بوقف وبيمشي بوقف وبيمشي بوقف وبيمشي بوقف وبيمشي هو اللي ما اخذ السيارة عمل لها سيارة فهدول كلهم سببهم السائق طيب فيه اسباب ثاني قال اي ممكن تكون الاسباب المحرك شو بتتوقع المحرك يا جماعة اسبابه العيارات نظام الوقود عطل في نظام الاشتعال نحنا بنعرف انه بقلب المحرك في عنا شي اسمه نظام الاشتعال يعني البوجيات البوجيات اذا ما عم تعطي شرارة منيح ما بيحترق كل البانزين ضمن المحرك انسداد فلتر الهوى ايضا الاحتراق ما بده هوى يا جماعة الاحتراق بده ثلاث شغلات شو بده الاحتراق دائما وهذا ممكن يجي سؤال بالمناسبة بالفحص الاحتراق بده مادي قابل الاحتراق يعني بنزين وبده شرارة تمام وشو بده اخر شيء وبده هوا فاذا ما عم توفر له هوا كافي للاحتراق للمحرك فما كل البانزين بينحرق داخل المحرك وبصير السيارة بتشحور وكذا وما الى ذلك عطل في الاشكمان ايضا ممكن يكون انسداد او كسر في الاشكمان بيأدي الى زيادة حرق المركبة للوقود وكذلك عطل في مضخة الوقود الحاقنات البواجي هذول كلهم سبب المحرك بيأدوا لانه السيارة تصير تحرق وقود زيادة وتلوث البيئة اكتر وهذول كلهم سببهم المحرك اخر شي ايضا ممكن تكون هي الاسباب هي المركبة نفسها مثلا ضغط هواء الاطارات هم في كلمة ضغط ناصل ضغط هواء الاطارات يعني بيكون الاطارات مثلا منفسين او كذا فبتصير السيارة حركتها بتقيل شوي فبتصير بتحرق بنزين زيادة عيارات الفرامل اذا الفرامل مثلا انت شاددهم زيادة فبيصيروا هني بدون ما تكبس الفرامل الفرامات يعني بدون ما تكبس الفرامات هي اساسا السيارة شاختة فرام فهون بتصير كمان تقيلة حركتها بتصير بتحرق بنزين زيادة وممكن اذا حملتها اكثر من اللازم اذا المركبة بتحرق وقود زيادة بسبب ثلاث اسباب رئيسية اما السائق او المحرك او المركبة السائق حكينا شو اسبابه المحرك حاكينا شو اسبابه والمركبي حاكينا شو اسبابه. بالنصبي لنسبت غاز اول اكسيد الكربون. ضمن الغاز المنبعث من الاوشكمان يفترض تكون من 30.5 الى اربعة ونص بالمية عمديا الحركي. اذا انتي بس تكون عم تتحرك بسيارتك. اكتر شيء يفترض الاوشكمان. يبعث اربعة ونص بالمية غاز اول اكسيد الكربون. فقط اربعة ونص بالمية. هاي النسبي العظماء. هون في عنا مجموعة من الارشادات عدم استعمال الوقود المهرب لانه بجمانه بصفة منيح بجمانه نقي بلوث البيئة الاعتماد على وسائل النقل العام بدلا ما كل واحد ياخد سيارته ويلوث البيئة وكذا وكذا ممكن يطلع اربعة خمسة بالباس هلأ بطبيعة الحال ما حد يعب يطلع بالباسات مشان كورونا الله يعديها الازمة على خير. عدم تشغيل السيارات عند عدم الحاجة اليها اذا بتعرف انه بدك توقف فترة كبيرة فطفي سيارتك لا تخليها شغالي. الاعتماد على الطرقات غير المزدحمة لانه بالطرقات المزدحمة انت بتوقف سيارتك وتخليها عم عم تطلع هاي الغازات الملوثة للبيئة وانتي ما نلازمت لك. عدم رمي الاوساخ وتلويث البيئة عدم استعمال الزمور الا في حال الحاجة اتخاذ التدابير عند نقل مواد كالاتربة والصفور بحطه شادر على الشحن وما الى ذلك. الابواق او الزمور. الى الحد الاعلى لصوت ابواق السيارات هو من مئة وخمسة الى مئة وثمانية دي بي. دي بي هي هي وحدي لقياس الصوت. كل ما كبرت بيكون الصوت اعلى. وعب يقول لك يمكن استعمال الابواق الهوائية على الطرق السريعة بين دولين. عارتون هدول ابواق الهوائية اللي بيكونوا بس على الطرقات السريعة بين المضط. بشكل عام يا جماعة بس تنحط خريطة باي طريق فبيكون الفوق بيدل على الشمال التحت الجنوب اليمين الشرق واليسار الغرب متل ما نموضح هون. واخر شي بدنا نحكي عن الامطار الحمضية. الامطار الحمضية بتصير لما بتتصاعد الملوثات من السيارات. بتصير بالجو هاي الملوثات حادي اكسيد الكربون والغازات الملوثة للبيئة. فبتنزل مطر بتنزل امطار يسموها امطار حمضية بتضر زرر كتير. بالمناسبة مو بس السيارات مسؤولة عن الامطار الحمضية المصانع ايضا مسؤولة عن نسبي لا بأس فيها من الامطار الحمدية. متل ما حكينا باقي لنا درسين درس عن المحرك ودرس عن الصحة. لهذا الوقت تبقوا بخير. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. تفعلوا زر الجرس. وترسلوا هاي السلسلة لرفقاتكم. صارنا هلأ عمنا عشرة دروس برصيدنا. فلا تنسوا مشان يستفيدوا العالم تنشروها بين اصحابكم.